كردستان العراق والنظام القائم في بغداد منذ العام 2003 معرضان للسقوط ما لم تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة العالقة بين سلطات بغداد وأربيل كلمات لخصت رسالة أرسلها مؤخرا رئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وفقا لمجلة فورين بوليسي المجلة الأمريكية حذرت في تقرير لها من كارثة سياسية قد تؤدي إلى انهيار نموذج كردستان العراق وتفشي الفوضى والاضطرابات التي ربما تمتد تداعيتها إلى ما هو أبعد من العراق منتقدة ما وصفته بتقاعس واشنطن عن القيام بدورها لمواجهة محاولات إيران استغلال الانقسامات في كردستان العراق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني من أجل توسيع نفوذها في العراق فورين بوليسي أشارت إلى أن خيارات الاتحاد الوطني الكردستاني وعلاقاته الوثيقة مع إيران والميليشيات الموالية لها في العراق بل وعلاقاته أيضا مع تنظيم حزب العمال الكردستاني الذي ينشط ضد تركيا انطلاقا من الأراضي العراقية كل ذلك من شأنه أن يقوض استقرار كردستان العراق ويدفع بالبلاد نحو مزيد من التبعية للنظام الإيراني بينما تنشغل واشنطن بمنافساتها المتزايدة مع الصين والحرب الأوكرانية ولا تولي سوى القليل من الاهتمام لما يجري في العراق ويؤكد تقرير فورين بوليسي أن توجه الاتحاد الوطني الكردستاني وزعيمه بفل طالباني نحو طهران والموالين لها في بغداد قد يساعد الحزب على إعادة تأكيد مكانته محليا إلا أن تقويض كردستان العراق ككل بهدف إضعاف الحزب الديمقراطي كردستاني يعكس قصر نظر خطير لأنه يفترض حسن نية ميليشيات الحشد التي لن تتورع عن تنفيذ أي شيء يخدم مخططات النظام الإيراني بما في ذلك نشر الفوضى في كردستان العراق ترجمة نانسي قنقر